موسيقى هلو هلو شانكم حبايب ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية و شوكالعشي اليوم راح اسوي وياكم طريقة عمل القهوة الشوكلياتية نفس ما يبيعوها اهل العربانة او اهل الكافيهات طريقة كلش حلوة وسهلة ورح نستبدل الشوكليات بشنو بحليب لمحلة فخليكم ويايا بس اول شي شنو حابة اذكركم خلوا اللايك وذاك انتي اول مرة تشاهدين القناة فياريت لو تشتركين بها وتفعلين جرس الاشعارات حتى يوصلك اكيد كل جديد من عندي فخلوا اللايك وتابعوا ويايا الطريقة رح نستعمل مبيض القهوة ايضا النسكافيه والحليب ازين حبايق وايضا النشا لان هو اللي ينطيلها السماكه الثخن ازين واكيد الهيل او اذا حابة تستبدلين الهيل بالفانيلا ايضا ممكن فاني عندي هنانا هذا الكوب المقياسي هذا نص كوب رح اخلي من عنده اثنين احصل على نتيجة انه كوب واحد اوكي فهذا نص كوب الاخر وبهالشكل هذا صار عندي كوب من مبيض القهوة تمام حبايق بالنسبة للنسكافيه ترا اكو انواعه هواية بالسوق اكو ينطي نكهة المرارة يعني نسكافيه قوي واكو ينطي فقط لون فلازم تنتبهون على هذا الشي ان انا عندي الحليب اي نوع متوفر عندك همي اثر رح نستعمل ايضا نص كوب للخلطة اللي رح نسويها يعني ليش رح اخلط هاي الخلطة حتى انت اذا تردين تخلطيه جهزيه تخليها على صفحه وكل ما تحتاجين اطلعي ليش على قد فنجان فنجانين ان انا هاي القولد نص كافيه وهذا النوع كلش يعني منتاز دعما يعني استعمله هذا بي ايضا ثلاث انواع رح استعمل ربع كوب واذا ما كان متوفر عندك فممكن تستبدلي باي نوع من القهوة او بن العميد ايضا بن العميد فتشي كلش روعة وراقي هنانا النشا النشا رح اخلي تقريبا الربع او ربع الا الا شوية يعني ازين فهذا الربع من النشا ازين حضايب اه فراح اخلطهم كلهم سوية اكو ناس يحبوها بالفانيلا اكو ناس يحبوها بالهيل اني حقيقة اه يعني كلش تعجبني بالهيل اكثر من الفانيلا اتبقى بالنهاية مسألة اذواق كل واحد حسب ما هو يحب ازين فاتخلون حتى الهيل او الفانيلا بهاي المرحلة ازين وتجين تخلطين كل المواد بشكل جيد حتى تحصلين على نتيجة مضبوطة انا داعما اسوي هاي الخلطة واخليها جوا ايدي بعلبة اخليها وكل ما اريد اسوي قهوة شوكليتية تكون عندي جاهزة وراحشان نسويها الكل فنجان مال قهوة تخلين العقتين كبار من هاي الخلطة ازين حابة تسويهم يعني على الحليب او حابة تخليهم على مي فقط يعني الدلة يكون بيها مي وضيفين عليها هاي الخلطة او حابة تخلين حليب ازين سائل وضيفين الخلطة بالنسبة الي راح استعمل الحليب مثل ما قلتلكم المحلة ازين فالحليب المحلة الكل فنجان تحتاجين تقريبا ملعقتين من الحليب المحلة او ثلاثة حسب انتج قد ما تحبين التحلاية مالتها ايضا ممكن اضيفين الشكر لان انا ما احب الحلة الهواية فما خليه شكر بس لازم تخلين الشكر حتى لا تحتاجين حليب محلة هواية تخلين ازين ولو هو الحليب المحلة ينطيج طعم الشوكليت بالاضافة الى الطعم الحلو القوي يعني اللي يجي بها واللي عزز الحلة لازم شنو تخلين تخلين الهيل يعني ينطيلها نكهة كلش طيبة او حتى الفانيلا ايضا بس عاني اشوف الهيل اطيب وهي اكيد تبقى الشي يعتمد انت شنو حابة تسويها ازين حباي فراح اقول لكم مرة ثانية الكل فنجان من القهوة تحتاجين ملعقتين كبار من الخلطة اللي سويناها بالاضافة الى ثلاثة اربع معالق من الحليب المحلة بالاضافة الى الشكر حسب ذوقت ممكن ما تخلين شكر تكتفين يعني فقط بالحليب المحلة اذا انتي ما تحبين بس اذا كان اطفال عندج اكيد يحبوها حلوة ازين بس احنا على مودة الدايت وهي الشكل نخلي شكر اقل شوفي هنانا شون صارت عندي ثخينة فارت اول فورة وبع السماكة مالتها لين مثل ما قلت لكم انشا هو لينطيلها القوام الثخين ازين حبايب فبهالشكل هذا اصبحت عندي اطفال قهوة شوكليتية ان شاء الله تجربوها وتحبوها ازين فهاي الطريقة الشوكليتية على طريقة الباعع المتجولين اللي موجودين يبيعون بالعرباين هاي طريقتهم فاني اخذتها منعدهم وحبت ان اجربها وسويتها ونجحت عندي طريقة ناجحة 100% وطعامها كلش طيب ازين وانتي بعد اذا تحبيها تكون بعد اذقل فاشستوين اضيفي بعد عليها شوية نشا لانه هي يفجدوها بالنشا مو بالشوكليت ازين الشوكليت مجرد نكه وطعام بس الاعتماد الاكبر هو يعتمدون على المبيض مال القهوة وايضا يعتمدون على النشا بس اعني اشوف الربع كلش كافي لان هذا اللون كلش حلو لان اذا زيادنا اكثر راح ينطيلها على مرارة فعني اشوفها هاي شي كلش تمام تمام واذا قتلت حابة تسويها اذخن ممكن تزيادين النشا فقط لا غير وشكرا هذا بعد حسب دوقج انتي زين حبايب وراح نزينها بشنو بالفستق المطحون وورد محمدي وهذا الشي ايضا امانة راجع انتي قلت شنو حابة تزينيها حابة ما تزينيها تشوكلت ممكن تزينيها بشوكلت نستلع عندك ممكن تخلينا عليها مبروشة اه ممكن هاي تبقى بعد اتية وتفنو الماتج شنو حابة اه شوان طلعيها شكلها جماليتها تعتمد عليها المهم المقادير تكون مضبوطة طعامها يكون طيب وتقدميها بفت فنجان حلو واكيد وفيا الاهل والاحبه والناس الطيبة تكون اطيب يعنه اي اكلة او اي فنجان قهوة او شيء منتردين تقدميه للضيوف اللي جاييج او لعائلتك منتردين هذول الناس ما حبتك انهم انتقعدينوا اياه ماي تسوى ملايين فكيف اذا كانوا اياه فنجان قهوة من ايدتك الحلوة يا سلام ان شاء الله دائما مجتمعين بالخير والافراح والسعادة يا رب